دكتور زاهي سعيد صار معنا في الستوديو دكتور زاهي مساء الخير يعطيك العافية أسؤال الأول في لقاحات فيش لقاحات رح يكون نقص بالمخزون هل على الناس أن تقلق أم لا اللحظة إسا فيه لقاحات إحنا مش لازم نستنى وخلي حانا لآخر ديئة كل واحد بحاجة يأخذ تطعيم من 16 فوق والنساء الحوامل يأخذوا التطعيم وما يستنوش كلهم نقصروا إحنا من خاطر في حياتنا هناك لقاحات كافية لكل المواطنين لحد إسا فيه بس من درجة إحنا نشوف إذا فيه لحد كمية التطعيمات الموجودة في البلاد قبل تدخل رئيس الحكومي اليوم كانت مش كافية كان فيه توجه من رئيس الحكومي لشركة فايزر أنه يعطونا كمان تطعيمات وفيه وعدات أنه يعطونا بس أنا بقول بلاش إحنا نتكل على الوعودات إسا فيه تطعيمات نتوجه ونأخذ تطعيم الوقت اللي إحنا منستنى فيه وإسا المعدل العدوى عن بيزيد بحطنا في خطر أنه إحنا ننادي لإيش إحنا نخاطر في حالنا ننزر استنينا كفاية اتطمنا أربعة ونصف مليون مواطن سرماخ التطعيم وفوق الثلاثة مليون الوجب الثاني نتائج ممتازة مع نسبة نجاح ما شفناهاش بولا تطعيم في العالم نسبة كتير عالة تقريبا خمسة وتسعين مئة وفوق بلاش أقول تقريبا مئة بالمئة من ناحية تخفيف حالة المرض وكمان حالة العدوى نسبة العدوى هي بين سفر لخمسة بالمئة الناس الأخذت تطعيم وهذه نسبة نجاح كتير كتير عالية نعم الحجر الفندقي زمن وانتهى الفترة ولت لم يعد هناك ما يسمى بالحجر الفندقي للعائدين من خارج البلاد لأنه فشل كبير الحجر يقال أنه ثلث كمية الملزمين بالحجر الفندقي في ذروة إقرار القانون لم تملصوا من الموضوع ولم يلتزموا نحن في البلاد لدينا مشكلتين أول شيء المطار اللي كان مفتوح وتاني شيء اللي رجعوا من بره ولا لتزموا للحجر أو في الفندق أو في البيت والناس كانوا يتجولوا بشكل طبيعي قلت المسؤولية الشخصية هنا تبعا تكون مواطن ومواطن كمان بدنا نسافر سفرنا وكمان رجعنا وجبنا معنا الطفرات الجديدة ونقلناها بين الناس منحبين والناس أصحابنا وإرابنا ها هي الأسباب في الألقاء عودت المراهنة على المسؤولية الشخصية وكأنه رهان خاسر زمان النواية الطيبة وكأنه عدنا إلى هناك أنت مسؤول ابقى محجور في البيت وكنا نعرف أن الكثيرين لم يلتزموا دكتور زحي أنا أقول دائما رئيس الحكومة يقدر يكون أحسن رئيس حكومة وأحسن حكومة في الدولة وأحسن وزارة صحة وأحسن طباء أما لما كل مواطن بدوش يحافظ على التعليمات هذا كل شغلنا بروح الفاضي ويدوش يدير باله أحاله ويعمل التوصيل الصح حتى يجيب أحسن طباء في العالم ويعطونا العلاج وإحنا في الدولة موجودين في أحسن محل في العالم من ناحية التطعيمات ومن ناحية الإمكانيات التي أخذناها عنا أخذنا إمكانيات بتجنن وإحنا ليس نستغلها بشكل كافي طبعا نحن دائما نقول أنه أختارية المواطنين 95% من المواطنين يحافظوا ويديروا بالهم ولكن هناك نسبة الواطنة اللي هي ولا بتحافظ وبدأت تعمل شو بدها وبدأش نشوف ناس اللي هن عارفين حالي عندنا الكورونا وبفوتوا وبروحوا على المتاجر وببروا بين الناس إيش اسمها هاي يعني قبل أن ننتقل إلى محور آخر أعود إلى التطعيم في سؤال آخر من تلقى الوجب الأولى يعني تحفظ له الوجب الثاني حتى وإن نفتت اللقاحات لما إحنا منقول بطل في تطعيمات كل واحد أخذ وجب أولى محفوظ الوجب الثاني هاي فيش فيها شك دائما يعني إحنا منعطي الوجب الثاني وبعدين منحكي أولا بإيش تطعيمات طيب على تليجرام صارت حملة تزوير لشهادة وزارة الصحة بلاش الحديث يدور أيضا بين المسؤولين حول تهديدات وأنه هذا الأمر يعني يمكن أن يعامل بمعاملة برد قانوني ولكن مع ذلك هناك مئات ألاف شهادات يحكى ويقال ويتناقل الناس المزورة لسهولة تزوير ما يسمى بالكيو آر الموجود على الشهادة وهو الرمز الذي يمسح أيضا والذي يحول الكود الخاص هل من متابعة لهذا الملف؟ طبعا هنا كمان منقول يعني واحد اللي بدي يأخذ شهادة مزيفة جريمة أول شيهاي يعني هو معقول ينتقل من محل لمحله ويعدي واحد تاني فيش فرق أنا بقولها بينها إلا جريمة تقتل زي اللي بحط الأخبار الكاسبة وبيخنع الناس ميخدوش تطعيم أنا حسب رأي هاي كمان هنا فيها مسؤولية جنائية لأنك أنت بتقنع واحد وتخوفه ومعول هذا البن آدم يموت زي مثل المرة الحبلة اللي لم أخذتش تطعيم وفيه ناس اللي استغلوها وكتبوا أنه أخذت تطعيم وتوفت أنا أفكر أنه ناس من هالنوع لازم البوليس يعالجهن وطبعا اللي بدي يأخذ شهادة مزورة هاي جريمة اللي اللي سيكون فيها أنا حسب رأي لازم تعالج كجريمة اللي هي كمان أول شي واحد تزييف وتاني إشي أنت بتخاطر في واحد تاني يعني نصور واحد من النوع اللي يجيب شهادة من النوع ويجي عندي يقعد إبالي واللي أنا معي شيئادي يعني هو يريد يعديني ويقتلني ويمردني عن صبق إصرار وتعمد يعني أيضا نتحدث عن المقبل عيد المساخر أو البورم اليهودي في نهاية الأسبوع ما هي التقييدات التي أقرت فعلا لتكون منع تجول ليلي فقط منع تجول ليلي وعدم السماح للخروج ألف متر عن البيت من يوم الخميس لحد يوم الأحد طبعا الهدف هنا كل الإجراءات وكل العمليات اللي نعملها وكل التوصيات هي هدفها إشي واحد نمنع التجمهر واللقاء بين الأشخاص المعونة مرئي العدوى هذا هو العلاج تبع الوباء هذا هناك شكوك أن عيد البورم أو عيد المساخر كان سبب في تفشي العدوى العام الماضي هل سيتم فرض هذه التقييدات أيضا على البلدات العربية علما أن المواطنين العرب لا يحتفلون بهذا العيد طبعا تواجه هو أخطر على المناطق الحمراء لا أفكر أنه كمان على البلد العربية في أنه دخل في هذا الإغلاق لكن طبعا نحن لا بدأ نتلقى نطلع من بلد عربي ونذهب إلى بلد يهودي لطبيعة الإغلاق هو في المناطق الحمراء والمناطق اليهودية طبعا إذا نريد أن نتجول في قلب البلد لا يوجد مشكلة حسب التقييدات والتعليمات الموجودة لنا نعم نتحدث عن عيد الفصح القريب ورمضان 2021 هل من هناك مني هو موجود على طاولة النقاش هل من تفكير أو توجه أولي كيف سيكون شكل عيد الفصح ورمضان لا أفكر أنه فيه تغيير بالتوصيات طبعتنا لازم الاحتفال يكون احتفال حذر مع كمية مصغرة في قلب المساجد والكنايس وطبعا نمنع اللقاءات الكبيرة منقدر نعيد مع بعض بالعائلة المصغرة طبعا رح يكون في توصيات أخطر تنوصل ونشوف كيف وضع الوباء وكيف معدل العدوى بس طبعا احنا كل إشي بنعمله اللي بكتر اللقاءات بيناتنا هاي يعني كتير بسيط كل إشي بعمل اللقاء وإحنا اللقاء بدون كمامة طبعا لما نقعد متعشرة مع بعض مش هنحط كمامة عشان هيك كل اللقاءات هاي فيها خطر وإحنا لازم ندرسها وتنوصل للوضع والتاريخ الملائم نشوف كيف وضع العدوى كيف وضع التطعيمات طبعا اللي بده يحتفل وبده يكون مع العيلي يأخذ تطعيم يعني اللي منقدر نعمله إحنا عشان نقدر نحتفل إسه هو التطعيم يعني إذا مناخدش التطعيم ونوصل لربضان أو نوصل لعيد الفصح مندرش نحتفل مع الناس اللي بنحبه عشان هيك إحنا 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 نعمل نخط تطعيم ونتأمل أنه وقتها يكون الوضع أحسن ونقدر نعيد ونحتفل مع بعض العائدين من خارج البلاد من 2000 إلى 200 عائد أو 600 عائد ما هو الرقم الصحيح؟ 200 لأنه اليوم الحرب هي على كل واحد برجع على الحجر وشوفنا شو صار بهذا الموضوع مش قادرين أن نوصل للتوصيات حل بسيط كثير بدل ما يكون 600 و1000 و2000 مننزل لـ 200 واحد وفي كثير ناس اللي بره مش قادرين أن يرجعوا وهذا بسبب كمرة لأنه اللي عم برجعوا وشوفنا بكل طيارة عم برجعوا في ناس طبعا مع طفرات وناس اللي بوصلوا العدوى وبدنش يفوتوا على الحجر وهاي واحدة من المشاكل الكبيرة تبعتنا الطفرات اللي منجيبها إحنا من بره ومنننشرها في البلاد المهمة شكرا لك على هذا شكرا